مخاض تشكيل الحكومة العراقية لم يكن عسيراً كما توقعها الكثيرون فانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس للحكومة لم يستغرق سوى ساعات من قبل الكتل والقوى والأحزاب العراقية وفق تفاهمات لا تخفى فيها أصابع اللاعبين الكبار على أرض الرافدين بحسب مراقبين رجل الدين الشيعي مقتضى الصدر لا يزال في جعبته الكثير من المطالب وعلى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي تنفيذها وإلا قد يقلب زعم التيار الأكثر شعبية بين شيعة العراق الطاولة على الجميع لتصبح حكومة العراق القادمة ضعيفة لا تقوى على مواجهة المعارضة إذا من خرط الصدر في صفوفها الصدر وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر طالب رئيس الوزراء المكلف أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية بل وكل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً منوهاً إلى أنه لا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها وبشأن الجيش العراقي وشرطته وقواته الأمنية أكد الصدر أنه يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصراً وفيما يخص الترشح للحقائب الوزارية أكد الصدر بأن منعهم من الترشيح للوزارات جاء لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هيبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنقراط المستقل محذراً بأنه سيكون له موقفاً آخر إذا ما جرى عكس ذلك في إشارة إلى انخراطه في صفوف المعارضة وكان الصدر قد تحالف مع قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي والوطنية بقيادة إياد علاوي والحكمة برئاسة عمار الحكيم ويرى مراقبون أنه جرى توافق كبير بين كتلتي البناء والإصلاح على تسمية السياسي المستقل عادل عبد المهدي لشغل منصب رئاسة الحكومة دون المرور بمرحلة تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء الجديد ضعيفاً في اتخاذ القرارات ما لم تكن هناك كتلة برلمانية كبيرة تسانده في ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر